اشتركوا في القناة وعكست ما يتمتعون به من قدرات وامكانات عالية سهمت في ابراز وانجاح الحدث واكد سموه ان هذه البطولة استطاعت ان تفرض نفسها بقوة على الساحة الرياضية الخليجية في اول نسخة لها من خلال المشاركة الواسعة التي شهدتها مرحلة التصفيات من قبل المتسابقين من دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية مضيفا سموه ان مثل هذه البطولات تسهم في دعم المجال الرياضي بالمنطقة وتشجع الشباب الخليجي على ممارسة هذا النوع من الرياضات والذي يكسبهم الفرصة للتغيير على المستوى الصحي والبدني ويدفعهم نحو مزيد من التطور الرياضي لتقديم المستوى المشرف والمنافسة القوية في مختلف المشاركات الاقليمية والقارية والدولية واشاد سمو الشخالد بن حمد الخليفة بجهود اللجنة المنظمة في الاعداد والتحضير لاقامة البطولة رغم الضرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا كوفيد 19 مؤكدا سموه ان اللجنة استطاعت تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية التي سهمت في المحافظة على سلامة المنظمين والمشاركين من الاصابة بهذا المرض والذي انعكس بدوره على ظهور البطولة في ابها حلة مهني ان سموه الفائزين بالمراكز الاولى ومتمنيا حظا اوفر لبقية المشاركين في البطولات القادمة وحصد اللاعب حسين علي جمعة لقب بطولة اقوى رجل خليجي بعد ان حصل على المركز الاول في منافسات المرحلة النهائية بالوزن الثقيل بالبطولة والتي يقيمت بمدينة عيسى الرياضية والتي تأتي ضمن فعاليات اسبوع القوة تحت شعار خلك وحش والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بتنظيم من المكتب الاعلامي لسموه وبالتعاون مع الاتحاد البحريني لرفع الاثقال ومنظمة خالد بن حمد الرياضية حيث تأتي فعاليات هذا الحدث ضمن مبادرات خالد بن حمد لدعم المجال الرياضي ترجمة نانسي قنقر